هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته قول أحسن الله إليكم عندنا في البلد شاب شباب يدعون في الأسواق ويستدلون بقول الله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي ويقولون أن الشيخ محمد بن هادي أخطى لما قال لا يجوز الدعو في الأسواق أنا قلت هذا الكلام ايتني به عنهم بل أنا أستدل لهم بما لم يحسنهم الاستدلال به وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض أهله نفسه في أسواق العرب كان يذهب إلى عكاغ وذي المجاز ومجنة وكان يعرض دعوته عليه الصلاة والسلام وكان يعرض دعوته في الحج على أحياء العرب في نزولهم بميناء فإن ميناء كانت منازل بنو فلان ينزلون هنا وبنو فلان ينزلون هنا والليمن ينزلون هنا وآل الشيخ وهكذا كانت لهم مناطر كما تقولنا الآن القطريين الكويتيين ونحو ذلك في ميناء عرفوا بهذا نعم وهكذا معلوم هذا من القدم فيأتيني أنني قلت له لا يجوز الدعوة في الأسواق يأتي به من كلامي وإذا جاء به منك لا يجوز الدعوة في الأسواق فإذا جاء به من كلامي أنا أعلنه هنا أمامكم يأتيني به هكذا أنني قلت لا يجوز الدعوة في الأسواق نعم وجزاه الله خيرا يأتيني به ولمعرفته معرفة هؤلاء الشباب استدلوا بمال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ترجمة نانسي قنقر